بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أصدقائنا أصدقاء قناة SBCEG أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم رؤى وأحلام النهاردة احنا بقى هنتكلم عن أحلام كده انت تشوفها تعرف ان الخير جاي لك وتعرف ان الرزق هيتفك عليك ايه هي الأحلام اللي ممكن تشوفها تصحى فرحان لو انت في ديئة مادية وتعرف ان الرزق جاي أولا رؤلتي قلقة المية الصفية مية صفية انت بتشوف مية كده صفية أو بتشرب مية صفية تعرف ان الرزق هيوسع عليك وانك جاي لك في المس طيب ايه تاني في حاجة تانية الحاجة التانية أعزكم الله رؤية الحمار أو رؤية الجحش تشوف الحمار في الحلم تعرف ان انت يا إما هتمسك منصب يا إما هتترقف شغلك يا إما هتعلى في مكانك ده رؤية الحمار طيب ايه تاني رؤية التوص رؤية التوص في المنام لو شافته بنت ما تجوزتش تتجوز طيب لو شافه راجل رؤية التوص بتعبر بالرزق وتعبر بالجمال وتعبر بان حياته هتبقى سهلة وهتبقى جميلة طيب ايه تاني ممكن تشوفه تنبسط منه وبيديك البشرة ان رزقك هيوسع رؤية الفراولة والموز بالأخص الموز والفراولة رؤية الموز والفراولة بتدل على سعة الأرزاء وعلى زوال الهموم ايه تاني بنشوفه ويبقى رؤيته كويسة رؤية الاطفال رؤية الاطفال بتدل على ان رزقك ومالك وحياتك هيملاها البركة وهيملاها الرزق طب ايه تاني الرؤية الجميلة بقى اللي انا شخصيا على طول مفيش حد كان يحلامها غير ما يبصها لقى الفراق جايله وبعضيها على طول رؤية واحدة ستة خينا وكل ما زادت تخنها زادت الفلوس اللي هتجي لك انك تشوف في الحلم واحدة ستة خينا دخلت عليك كده او شفت واحدة ستة خينا تعرف انك هتسمع اخبار جميلة جدا وهتسمع اخبار سارة جدا ده غير بقى ان في رؤى بتبقى من ايات القرآن نفسها وبالمناسبة تفسير ايات القرآن بيبقى نفس تفسير الاية اللي انت شفتها يعني لو اية مبشرة تبقى بتبشرك لو اية بتنزرك تبقى انت بتبقى الاية بتنزرك لو اية بتبشر بالعذاب تبقى انت من اهل العذاب زي ما بتشوفها زي ما بتجيلك دي اية القرآن ايه الحاجة التانية اللي ممكن نشوفها رؤية المصلية او رؤية السبحة رؤية المصلية ورؤية السبحة مصداقا لقول الله تعالى ولئين شكرتم لأزيدناكم تشوف المصلية وتشوف السبحة تعرف إن الرزق جاي لك سوى حتى لو شفتهم بس كده في المنام شفت بس السبحة كده من غير أي حاجة تعرف إن الرزق جاي لك وتعرف إن الدنيا هتتفتح عليك فاتحة كويسة الحاجات دي والرؤى اللي احنا حكيناها ديا علامات للرزق وعلامات إن رزقك هيوسع وإن شاء الله نتمنى دايما إن رؤاكم تكون كلها مبشرات وكلها تبقى خير ونسأل ربنا بوسع رزقكم ورزقنا كلنا يا رب يا كريم وفي النهاية مع تحيات قناة SBC EG وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله